اشتركوا في القناة الى اغتنام فرص السلام ويؤكد على اهمية استمرار دعم الحاجات الانسانية والاغاثية ميليشية الحوثي تعلن رفضا صريحا لتمديد الهدنة الانسانية التي ترعاها الامم المتحدة ذكرى تحرير عدن يوم صطر فيه الجنوبيون ملاحم الشرف والبطولة والقضاء على المشروع الايراني اهلا بكم رحب قادة دول مجلس تعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق والرئيس الامريكي في البيان الختامي للقمة المشتركة في جدة بالهدنة في اليمن وبتشكيل مجلس القيادة الرياسي معربين عن امالهم في التوصل لحل سياسي ينهي الحرب في اليمن مع انتهاء القمة المشتركة في مدينة جدة التي جاءت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي ضمت قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية رحب القادة المجتمعون بالهدنة في اليمن وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي معربين عن املهم في التوصل الى حل سياسي وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والمخرجات المتفك عليها وقرارات مجلس الامن ومنها قرار مجلس الامن الفان وماتان وستة عشر ودع القادة المشاركون في قمة جدة جميع الاطراف اليمنية الاغتنام الفرصة والبدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الامم المتحدة كما اكد القادة على اهمية استمرار دعم الحاجات الانسانية والاغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني وضمان وصولها لجميع انحاء اليمن كما اكد القادة المجتمعون ادانتهم القوية للهجمات الارهابية ضد المدنيين والاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز اشددوا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومنها قرار مجلس الامن رقم 2624 وجدد القادة ادانتهم القوية للارهاب بكافة اشكاله ومظاهره وعزمهم على تعزيز الجهود الاقليمية والدولية الرامية لمكافحة الارهاب وتطرف ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الارهابية من جميع الافراد والكيانات والتصدي لجميع الانشطة المهددة لامن المنطقة واستقرارها هذا وشجعت المملكة الاربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية جميع الجهات الاقليمية الفاعلة على تقديم الدعم الكامل للهدنة في اليمن التي نتج عنها اطول فترة من السلام في اليمن خلال الستة اعوام الماضية اعلنت ميليشيات الحوثي رفضا صريحا لتمديد الهدنة الانسانية التي ترعاها الامم المتحدة وتنهي في الثاني من اوسطس المزيد في هذا التقرير اجتماع القمة الذي حمل بين اجنداته رسالة السلام لعمى الامن والامان باليمن قبلته رسائل الانقلابيين بالرفض الصريح والتام والتهديدات التي تضمنت عدم نياتهم بالالتزام بالهدنة الممتدة بل وهجم الانقلابيون في بيان صادر عن ما يسمى المجلس السياسي الاعلى ما وصفوه بحديث السلام صادر عن امريكا والسعودية سياسة واشنطن تجاه اليمن ولوحت صريحة ببيانها بتصعيد العسكري لتحقيق مشروعها التدميري في البلاد والمنطقة ورفضت ميليشيات الحوثي الحديث عن تفهمات حول تمديد الهدنة واي مخرجات صادرة عن زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الذي اعلن من السعودية عن اتفاق لتعميق وتبديد وقف اطلاق النار في اليمن وهذا اتى بعدما اكد بيان سعودي امريكي مشترك على الحرص على احلال السلام والاستقرار في اليمن واهمية الزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ بنود الهدنة القائمة لتشدد بدورها الحكومة اليمنية في بيان على ضرورة الزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ بنود الهدنة بموجب الاتفاق الاممي وفتح الطرق الرئيسية المؤدية الى تعزوة طرق المحافظات الاخرى الحكومة بدورها رحبت بدعوة الرياض وواشنطن الى المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة الى محادثات السلام تحت رعاية الامم المتحدة وثمنت الحكومة اليمنية تأكيد البلدين ودعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وأكدت دعمها لأي إجراءات من شأنها ردع التدخلات الإيرانية في الشأن اليمنى من خلال الحوثيين ومساعيها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وعلى الرغم من كل المساعي الجهيدة لا تزال ميليشيا الحوثي ترفض حتى الآن فتح الطرق الرئيسية الى مدينة تعز التي تحاصرها للعام الثامن على التوالي أكد وفد التفاوض الحكومي جهزيته لتفاعل مشاكل إيجابي مع أي إعلان لميليشيا الحوثي يقضي بفتح الطرق الرئيسية الى مدينة تعز وأعلى الوفد الحكومي فيما ينصادر عنه استعداده تشكيل اللجان الفنية على الفور لاتهية لاستقبال المواطنين وتسهيل مرورهم بالاتجاهين في جميع الطرق المقترحة من قبله ودع الميان ميليشيا الحوثي للإعلان عن فتح طرق رئيسية الى تعز إن كانوا جادين كما يقولون في فك الحصار عن محافظة تعز إلى ذلك أكد رئيس وفد التفاوض الحكومي بشأن فتح الطرق والمعابر الدكتور عبد الكريم شيبانا أن ميليشيا الحوثي رفضت المقترحات الثلاثة التي قدمها المبعوث الأممي هانس جرونبرغ بخصوص فتح الطرقات في تعز وأوضح شيبانا في حديث لوكالة الثاني من ديسمبر أن الطريق الفرعية التي تشقها الميليشيات للتهرب من تنفيذ التزاماتها طريق عسكرية تستهدف الدفاع الجوي لم يستجيب لمناشداتنا وتفاوضاتنا حاولنا معه مرارا وتكرارا أن يفتح الطرق المعروفة التي كانت موجودة قبل الحرب وهي طرق تعز من الجهة الشرقية أو الجهة الغربية طرق يعرفها الناس جميعا الحوثي الآن يذهب إلى يعني إلى مناطق بعيدة وإلى طرق فرعية يريد أن يذر الرماد على العيون هذا التصرف أصبح لا ينطلي على أحل هذه التصرفات الطفولية والفهلة والنفتح طرق هذه طرق عسكرية يريد منها الحوثي يعمل تسللات الدخول إلى الدفاع الجوي على اعتبر أنه شقها حديثا الآن إلى الدفاع الجوي شنت الميليشيات الحوثية قصفا عشوائيا باتجاه منازل المواطنين في بلدتي المشاريح وقروض شمال غربي منطقة حجر الضالع كما شنت الميليشيات في الوقت نفسه قصفا مكثفا بمختلف الأسلحة باتجاه مواقع القوات الجنوبية المشتركة في مختلف القطاعات القتالية شمال الضالع حذرت منظمة هومن رايتس ووتيا من كارثة البيئية واقتصادية ضخمة في حال انفجار ناقلة صافر الرسيا قبالة سواحل الحديدة أدعت المنظمة في تغريدة على تويتر الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والمانحين الأساسيين الآخرين للأمم المتحدة إلى التحرك السريع لسد فجوة تمويل إنقاذ ناقلة النفط الصافر قبل وقوع الكارثة كشفت مصادر حقوقية عن استقطاع قادة ميليشيات الحوثية التي تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية مبالغ من مستحقات الفقراء المستفدين من مشروع الضمان الاجتماعي تراوحت بين 3000 و 7000 ريال عن كل حالة أفادت مصادر يمنية حقوقية باستقطاع قادة مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات أجزاء من مبالغ مالية خصصتها منظمات دولية للفقراء المستفدين من مشروع الضمان الاجتماعي دون مراعاة لحاجة المستفدين من تلك المبالغ الزهيدة وتراوحت المبالغ ما بين 3000 و 7000 ريال عن كل حالة تلك الممارسات عدها مراقبون يمنيون استهدافا متكررا لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي ونهب كافة مدخراتها ومواردها وكان البنك الدولي تكفل مؤخرا عبر يونسيف بصرف مستحقات مستفدي الضمان الاجتماعي في صنعاء والمحويت وإب وغيرها فيما شكى مستفيدون من تلك الحوالات من وجود استقطاعات غير مبررة دعما لما يسمى المجهود الحربي ولم تكن بحسب المستفيدين بالمرة الأولى بل سبقها في أعوام ماضية نهب الميليشيات لمبالغ كبيرة من تلك الحوالات بدأتها باستقطاع الربع ثم النصف وصولا لقطعه بشكل نهائي وكان أحد الموظفين السابقين بصندوق الضمان الاجتماعي في صنعاء أوضح في وقت سابق أن إجمالي عدد الحالات اليمنية الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي قبل النهب كانت تصل إلى مليون ونصف المليون حالة ووفقا للموظف فإن الميليشيات نهبت من حساب المؤسسة العامة للتأمينات نحو مليار دولار إضافة إلى اختفاء أكثر من 300 مليار ريال يمني من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص والتجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك وغيرها في عموم البلاد في السياق نفسه أكدت دراسة محلية سابقة أن تعطيل دور شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن يعني تخلي مؤسسات الدولة عن حماية المواطن اقتصاديا واجتماعيا وأشارت الدراسة إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف للقضاء على الفقر والحرمان وتعمل على تسهيل أصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معشي لائق أو الحد الأدنى منها تحل علينا الذكرى السابعة لتحرير العاصمة عدن من ميليشيات الحوثي ودحرها من قبل المقاومة الجنوبية وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي كابوس حل على العاصمة عدن وغدا يوم احتلالها يوما أسودا حين سيطرت على أجزاء منها عصابة إجرامية همجية غوغائية عصابة ميليشيات الحوثي الإجرامية بدعم إيراني خالص ولكن هذا الكابوس لم يدم طويلا حيث تشكلت مجاميع من أبناء الجنوب تحت راية الجنوب وسميت بالمقاومة الجنوبية للتصدي لهذا الغزو البربرية للعاصمة الجنوبية عدن وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي وتحل علينا الذكرى السابعة لمعركة تحرير العاصمة عدن التي شاركت فيها القوة الإماراتية والسعودية بوحدات نوعية وغطاء جوي ساهم في قلب المعادلة الميدانية والتحكم بمسرح العمليات من خلال خطة عسكرية محكمة قطعت أوصال الميليشيات وعجلت بنهيار صففها وتمت السيطرة الحوثية على عدن من خلال الوحدات العسكرية التي كانت متواجدة فيها وتتبع الجيش اليمني حينها وعددها قرابة تسع ألوية وثلاثة ألوية قوة أمنية إضافة إلى مجاميع حوثية وصلت من صنعاء وأليات عسكرية وصلت عبر محافظة تعز وبينما كانت مجامع ميليشيات الحوثية تصل إلى القصر الرئاسي في معاشيق على متن مصفحات وناقلات جند كانت المقاومة الجنوبية تقاوم بما تمتلك من إمكانيات محللون قالوا إن النصر الذي حققته المقاومة الجنوبية في تحرير عدن بعد خمسة أشهر من الحرب في مواجهة ميليشيات الحوثي تم بدعم وإسناد من قوة التحالف العربي وتحديدنا دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأكد باحثون عسكريون أن مفتاح جميع الانتصارات على ميليشيات الحوثي هم أبناء الجنوب الذين مرغوا أنوف ميليشيات الحوثي بالتراب وأذاقوهم الأمرين ملقنينهم دروسا في الشجاعة والإقدام وحب الوطن والولاء لأرض الجنوب الطاهر الذي لن تنجسه ثلة من مرتزقة الفرسي وأحذيته النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل الفصير العاصمة عدم تشهد نجاح الخطة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في أيام العيد أهلا بكم جديد كثفت القوات الأمنية من جهودها في النقاط والمداخل والمخارج والمتنفسات لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن لمنع أي تجاوزات أو اختلالات تعكر الفرحة بعيد الأضحى المبارك جهود أمنية كبيرة قامت بها مختلف الوحدات الأمنية في العاصمة عدن لتنفيذ خطة أمنية تكللت بالنجاح لحفظ الأمن واستتباب الاستقرار خلال أيام عيد الأضحى المبارك والله التأمين كان متعب بالنسبة لنا شوية أيام العيد يعني فسالة نوجه المواطنين عن طريقهم اللي هو الالتزام اللي في لوحة السيارة تركيبها وبالتضليل وبالذلك التعاون مع الأفراد المتواجدين في النقاط لأن أغلب المواطنين مع تراميلهم مستهترين يعني حتى لما تجد يكون مخالف تطلب منه ليش أو ليش ما تركب لوحة أو ليش ما تكون أوراق السيارة معك يرد عليك بأن لا دولة هو هو إلى آخر بالنسبة للخطة الأمنية الاستثنائية الخاصة بتأمين فترة العيد من العاصمة عدن نحن كيزء من المنظومة الأمنية في العاصمة عدن حزام أمني وقوة طوارئ وغيرها قمنا بتنفيذ هذه الخطة من حيث الانتشار في المداخل والمخارج وأماكن زياء توافد المواطنين سواء في المناطق السياحية والبحر وغيرها وتأمين هذه الخطة من حيث عملية الانتشار تكثيف عملية التفتيش في النقاط عيدنا في النقاط لكي نقوم بالتفتيش ونقوم بعملية بذل الجهود على التفتيش ولكي يأمن المواطن ونقوم بدوريات حول المنتزهات وحول الأماكن السياحية لكي تأمين المواطن من الفخخات ومن تفكيرات الوحدات الأمنية ومعها مختلف التشكيلات كثفت من تواجدها في النقاط ومداخل ومخارج المدن والمتنفسات وحول الحدائق العامة والأماكن السياحية لمنع أي اختلالات تشوب المشهد العدي في مختلف مديريات العاصمة كنا دوريات طوال 24 ساعة في خدمة المواطن وكنا على قد المسؤولية وأمن المناطق حقنا والمربعات حقنا بأمان إن شاء الله وعيدكم مبارك كل عام أنتم بخير وكما أنتم شايفين أن الأعداء تتكالب بنا من جميع الاتقاهات ونحن ليلة ونهار سنسخ أسوأ أن المواطن يكون سهران وكل مواطن يجب أن يكون رجل أمن الانتشار الأمني تكلل بعدم تسجيل أي خروقات أو حوالث خلال أيام العيد كما رفق هذا الانتشار تواجد العنصر النسائي بين رجال الأمن الذي قام بدوره في عمليات التفتيش تفاديا لأي تجاوزات تخل بالأمن في الوقت الذي ينعم فيه غيرهم بالعيد بين أهاليهم وذويهم يجتهد هؤلاء لحفظ الأمن والاستقرار في مداخل ومخارج المدينة ونقاطها ومتنفساتها كل ذلك حتى ينعم مواطن هذه المدينة بالأمان على جغرافيا ترابها صالح حنش الغديو المشرق حادن يواجه النمر العربي النادر خطر الانقنض في اليمن بسبب استمرار أعمال الصيد الجائر وغياب دور السلطات الفاعلة لحماية الحيوانات النادرة فيها نتابع على مدى السنوات الماضية يشهد اليمن انتشارا واسعا لظاهرة الصيد الوحشي والجائر للحيوانات النادرة مثل النمر العربي المهدد بالانقراض وما لا يعلمه الكثير أن النمر العربي هو الحيوان الوطني لليمن بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2009 والذي قضى بتسمية النمر العربي الحيوان الوطني للجمهورية اليمنية باعتباره رمزا للحياة البرية والهوية الوطنية ومن رغم من الأهمية القومية لهذا الحيوان النادر إلا أن جرائم صيده في تزايد مستمر فبحسب موقع حلم أخضر رصد حوادث استياد وقتل أكثر من 20 نمرا من النمور العربية خلال 2014 إلى 2018 في مناطق عدة أبرزها محافظات الضالع والمهرى وأبيان وشبوى رغم البيوع رغم الحاجة في عهد الأجداد لكن كانت هناك الضوابط نتمنى أن يتم تطبيقها حاليا سابغا كان لا يتم الاستياد في موسم التكاثر سابغا كان لا يتم الاستياد الأنثى لا يتم الاستياد الصغير لا يتم الاستياد في أماكن الشرب المياه ففي ضوابط كانت يتم الاتفاق عليها في عمليات الصيد الجائر في العهد الأجداد من خلالها حافظوا على التوازن وعلى وجود هذه الحيوانات حتى وقتنا الحاضر لكن للأسف ما هو حاصل الآن عبثي هزلي يجب إيغاف ما هو موجود وغالبا ما يفاخر الصيادون المحليون بقتل النمور خلال عمليات صيد في شعاب وجبال وعرة في محافظات تتواجد فيها هذه الفصيلة النادرة وتصويرها أمام الجموع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت الهيئة العامة لحماية البيئة إن قتل هذه النمور مخالفة لقانون حماية البيئة رقم 26 الصادر في العام 95 وطالبت بتنفيذ كل ما جاء في اتفاقية سايتس الدولية التي وقعت عليها بلادنا والتي تجرم وتحرم قتل وصيد والاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض الكثير من الحيوانات تنقرض بحيث أن كانت شبوة تتميز بهذه الحيوانات بتربيتها أو باغتنامها لكن للأسف الشديد في الوقت الحالي أصبحت قليلة جدا وفي بعض المناطق الرفية البعيدة يعني المناطق نقول المديريات النائية لكن نحن نتمنى من المحافظة شبوة من النظمة البيئة أن تهتم بهذه الحيوانات أن توجد محمية في منطقة معينة بحيث أنها يبدأ التناسل لهذه الحيوانات ويتقنب منها الانقراض ومنذ عقد تقريبا تم تصنيف النمر العربي في اليمن من ضمن السلالات الأكثر عرضة للانقراض ما يعني حظر الاتجار به وفقا لاتفاقية سايتس الدولية السارية منذ العام 73 لحماية الحيوانات البرية والمتوحشة وبحسب مشروع صون النمر العربي تقدر الأعداد المتباقية من النمر العربي بقرابة 200 حيوان فقط في مواطنها والتي تشمل اليمن نهاية النشر إلى العلوي البيانون الختامي لقمة جده يدعو الأطراف اليمنية إلى الثاني من فرص السلام ويؤكد على أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية مليشيات الحوثي تعلن رفضا صريحا لتمديد الهدن الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وذكرى تحرير عدن يوم سطر فيه الجنوبيون ملاحم الشرف والبطولة والقضاء على المشروع اليراني لمتابعتنا عبر البث الباشر زروا موقع القناة الغدوية وتطبيق نظر الإخباري دمتم بصحة اشتركوا في القناة